فصلوك من المعهد؟ من دار المعلمين؟ طبعاً من السجنة، وراء ما انسجنت، هساً أقول لك، هساً قضية شبيرة طلع، ايش قد بقيت بالسجن؟ بقيت ستة شهر بزين، طلعت من السجن، مفصول هو توسط لي النائب كريم كنة، أخو الوزير خليل كنة فالشيوعين اللي وياي سجنوهم سنتين، وأنا ستة شهر بالوساطة يعني، المهم جابونا المجلس العرفي المجلس العرفي طبعاً دافع عني فيصل حبيبي الخيزران كان لسه بادي سير بأتي، وحسن سعيد قدوري وبعد محامين آخرين دافعوا عني، فالمهم انحكموا، ودونا للسجن بزين، فأني بصراحة، ما عندي شي، عندي زبيل، مو جنطة زبيل وحاط بي، بجرم، 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 بجرم هنالك داخل مركزيين ما لحزب الشيوعي، زين؟ أنا حزبالي قومي الكتاب، قمت باول، سأجي جمال، الحيدري ما عارفه هو جمال حيدري زين؟ رجع واحد طويل، شوارب، هل شي، يعني أشابه بستالين يعني زين؟ قال لي دا تسوي قلت له باع باي الكتاب قال دب بالكتاب دبيت الكتاب قال انت شنو جايبي قلت له شنو شنو جايبي انا متظاهر وهذا وانتفاضة تشرين وتوقفت وانحكامت وانا قال لا لا انت شنو الدي سأل انت بعثي قومي شوعي اتجاك السياسي قلت له انا بعثي قال ما سامعان بهذا شي قلت له احنا عدنا نواب اثنين بالاردن ونواب اثنين بسوريا قال كافي كافي شي تزبيلك وتعال مشيت وراه راح على جماعة دخل بغرفة قاموا له ذولا بالمفرد شين قاموا له قالهم هذا وياكم خلوا راح فظلت واقفانا صح لي واحد بعدين اتعرفت عليه جاسم حمودي عبد الرزاق مرشح للجنة المركزية للحزب الشوعي وقالت مظاهرات ببعقوبة بالكاظمية سنة 48 قال لي انت شنو قصتك؟ حجيت له قصتي قال تعرفوا عنا هنا شنو؟ قلت له لا والله قال احنا يعتبروننا معترفين على فهد فنسمون هذا المكان مستنقع فقلت له زين انتم اضافيكم بالمستطع يا امانتي